تواصل قوات الاحتلال الاسرائيلية عضوانها على انحاء قطاع غزة لليوم العشرين بعد ثلاثمائة على التوالي تزامنا مع حرب التجويع والحصار المتبق على القطاع لا سيما على شمال قطاع غزة ونسفت قوات الاحتلال مباني سكنية في دير البلح بوسط قطاع غزة وفي بلدة القرارة شمال مدينة خان يونس وفي مدينة رفح الفلسطينية بجنوب القطاع كما استهدفت قوات الاحتلال خيام النزحين في جنوب القطاع فضلا عن استهداف منازل في شمال قطاع غزة هذا واعلنت السلطات الصحية في غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الى اربعين الفا ومائتين وثلاثة وعشرين شهيدا واثنين وتسعين الفا وتسعمائة وواحد وثمانين مصابا مشيرة الى ان قوات الاحتلال ارتكبت اربع مجازر خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية راح ضحيتها خمسون شهيدا ومائة واربعة وعشرون مصابا اشتركوا في القناة